مرحبا بكم جميعا درس اليوم سيكون في مادة الرياضيات للمستويين الخامس والسادس عنوان الدرس هو الموشور القائم والأسطوان القائمة المساحة الجانبية والكلية بداية نذكر بمساحة بعض الأشكال الهندسية في هذا الجدول مجموعة من الأشكال الهندسية ومساحتها ثم الشرح فمثلا المربع مساحته هي C في C أي الضلع مضروبة في الدلع Container مساحة المستطيل L في L هي الطول مضروبة في العرض L الكبيرة هي الطول L الصغيرة هي العرض مساحة المتلت هي mount دلع أحد أضلع المتلت مضروبة في L وهو الارتفاع الموافق لهذا الدلع ثم مقسم على إتنان إذن الضلع مضروبة في الارتفاع مقسم على إثنان وهي مساحة المتلت مساحة متوازي الأضلاع هي الضلع مضروبة في الارتفاع مساحة شبهمون حارف هي S يساوي B زائد B بكبيرة زائد B صغيرة بكبيرة هي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مضروبة في S هو الارتفاع مقسم على إثنان إذن القاعدة الكبرى مضروبة زائد القاعدة الصغرى الكل مضروبة في الارتفاع مقسم على إثنان مساحة الدائرة أو القرص وليس الدائرة هي B وB قلنا هي تابتة تساوي 3.14 مضروبة في R مضروبة في R وR هو الشعاع أي B مضروبة في الشعاع مضروبة في الشعاع هذا مساحة بالنسبة لمحيط الدائرة فهو يساوي B يساوي B مضروبة في D أو B هو القطر أو في إثناني R إثناني R هو القطر إذن في البداية لنتعرف على الموشور القائم ما هو الموشور القائم إذن لاحظوا هذين المجسمين لدينا المجسم الأحمر أو الوردي والمجسم الأزرق إذن في هذين المجسمين لاحظوا لهم عدة وجوه إذن لهم عدة وجوه لاحظوا هذا الوجه الموجود في الأسفل بالنسبة للأحمر وهو على شكل شبه منحارف وفي هذا الشكل الأزرق على شكل متلت إذن هذا القاعدة إذن تقابله في الأعلى قاعدة أخرى إذن قاعدتان قابلة للتطابق هنا لدينا شبه منحارف في الأعلى كذلك شبه منحارف وهو يطابق هذا الشبه منحارف الموجود في الأسفل وفي الشكل الأزرق لدينا كذلك متلت قاعدة أخرى تطابق هذا المتلت متطابقتان لاحظوا هذين المتلتان متقايسان وقابلا للتطابق ولدينا كذلك وجه جانبي إذن هذه أوجه جانبية إذن لهذا الشكل الأحمر له واحد اثنان ثلاثة أربعة أوجه جانبية أما الشكل الأزرق فله ثلاثة أوجه جانبية وهذه الأوجه على شكل مستطيلة هذا مستطيل وهذا الشكل كذلك مستطيل والشكل الآخر مستطيل نفس الشيء بالنسبة للأزرق فالوجه الجانبي على شكل مستطيل كلها مستطيلات جيد ثم لدينا هذا الخط هو الارتفاع دعنا هنا هذا الارتفاع ارتفاع هذا المجسم وهنا كذلك هذا ارتفاع هذا المجسم جيد ثم الآن لاحظوا هذا المجسم المجسم المكتوب عليه إذن هذا له قاعدة على شكل قرص إذن هذا القرص قاعدته وله قاعدة أخرى على شكل قرص كذلك إذن هذه أسطوانة إذن هذا الشكل هو أسطوانة أما الشكل الآخر فهما الموشور القائم إذن الشكل الأحمر موشور قائم والشكل الأزرق موشور قائم ثم الشكل آ هو الأسطوانة إذن ما هو الموشور القائم الموشور القائم مجسم لشكل تنائي الأبعاد بل هو مجسم له وجهين متوازيين قابلان للتطابق لاحظوا في هذا الشكل الأحمر الوجهين المتوازيين القابلان للتطابق هما هذا الشبه المنحرف وهي القاعدة وفي الشكل الأزرق على شكل متلت إذن وجهين قابلين متوازيين قابلان للتطابق هما قاعدة الموشور وله أوجه جانبية على شكل مستطيلة له أحرف جانبية متقايصة أحرفه الجانبية كلها متقايصة وهي ارتفاع الموشور القائم دي نلاحظ هذه المجسمات لدينا ثلاث مجسمات وهي موشور قائم شكل الأول متوازي أضلاح وهو موشور قائم الشكل الثاني موشور قائم قاعدته ثلاثية على شكل متلت والشكل الثالث مكعب وهو كذلك موشور قائم ولدينا ثلاث نشور النشر الأول النشر الثاني ثم النشر الثالث سنصل بخط كل موشور قائم إلى نشره إذن الموشور الأول وهو متوازي المستطيلات أين هو نشره؟ جيد إذن هذا هو نشر متوازن مستطيلات له أربعة مستطيلات ومربعين إذن أربعة مستطيلات هي الوجوه الجانبية والمربعين يمكن اعتبارهما هما القاعدتين أما المجسم الثاني أو الموشور القائم الثاني هذا هو حسن جدا هذا نشره الذي به ثلاث مستطيلات في الوجوه الجانبية وقاعدتيه على شكل متلت أما المكعب فهذا هو نشره والمكعب يتكون من ستة مربعات جيد الآن سنحسب المساحة الجانبية لهذه المجسمات لاحظوا نشر المجسم الأول إذن القاعدتين قلنا على شكل متلت هذان المتلتان هما قاعدة المجسم إذن ما هي مساحته الجانبية هي مساحة هذا المستطيل مساحة هذا المستطيل جيد والآن ما هي المساحة الجانبية للمكعب لاحظوا نشر المكعب إذن لدينا مربعين الذين يجادان في الجانب هما قاعدته والمساحة الجانبية هي مساحة هذا المستطيل جيد مساحة هذا المستطيل الذي لونه بالأحمر أما مساحة متوازي الأضلع وهما وشل قائم أو مساحته الجانبية فهي مساحة كذلك هذا المستطيل أما هذا المستطيلان فهما قاعدة متوازي الأضلع إذن مساحة المشور القائم هي مساحة مستطيل هي مساحة مستطيل جيد إذن ما هو طول هذا المستطيل إذن لاحظوا النشر الأول إذن لدينا هذا الضلع وهو ضلع أحد أضلع المتلت لاحظوا هذا الضلع الذي لونه بالبرتقال يقابل هذا الضلع في المجسم إذن هذا الضلع يقابل هذا الضلع يساوي هذا الضلع والضلع الأزرق لاحظوا هذا الضلعين الأزرق يساوي هذا الضلع الأزرق إذن ما هو طول هذا المستطيل طول هذا المستطيل هو محيط هذا المتلت محيط هذا المتلت حسن جدا إذن طول هذا المستطيل الذي يمثل المساحة الجانبية هو محيط القاعدة محيط هذه القاعدة وعرضه ما هو عرضه هو ارتفاع هذا المجسم هو هذا الارتفاه إذن العرض هو ارتفاع المجسم أما طول هذا المستطيل فهو محيط القاعدة الآن لاحظوا المجسم الثاني النشر الثاني إذن هذا المستطيل الذي يمثل المساحة الجانبية له كم من ضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة أضلع وهي أضلع هذا المربع لاحظوا إذن البرتقالي يساوي الضلع البرتقالي الضلع الأخضر يساوي الضلع الأخضر وهذا الضلع الأزرق يساوي الضلع الأزرق إذن ما هو طول هذا المستطيل هو محيط هذا المربع وهذا المربع قلنا هو القاعدة إذن هو محيط القاعدة طول هذا المستطيل هو محيط القاعدة وعرضه هو ارتفاع المجسم هو هذا الارتفاع نلاحظ الآن المجسم الثالث أو النشر الثالث إذن هذا المستطيل الذي يمثل المساحة الجانبية فما هو طوله لاحظوا هذا البرتقالي يمثل الضلع البرتقالي في المستطيل في القاعدة وهذا الضلع الأزرق يمثل الضلع الأزرق في المستطيل في مستطيل القاعدة وهذا الضلع الأحمر يمثل الضلع الأحمر في المستطيل إذن ما هو طول هذا المستطيل هو محيط يساوي محيط هذه القاعدة يساوي الضلع البرتقالي زائد الضلع الأزرق زائد الضلع الأحمر زائد هذا الضلع وما هو عرضه؟ عرضه هو ارتفاع هو ارتفاع متوازي أو هذا الارتفاع هو ارتفاع متوازي الأضلع إذن ما هي المساحة الجانبية؟ كم تساوي المساحة الجانبية لموشور قائم؟ إذن المساحة الجانبية لموشور قائم تساوي محيط القاعدة مضربة في الارتفاع يكفي أن نحسب محيط القاعدة سواء كانت القاعدة متلات أو مربع أو مستطيل أو شبه منحريف أو أي كانت مضربة في الارتفاه وأن S تساوي P مضربة في S بحيث P هي محيط القاعدة وS هو الارتفاه والمساحة الكلية ما هي المساحة الكلية؟ المساحة الكلية طبعا هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين ونحسب مساحة القاعدتين ونضيفه إلى المساحة الجانبية إذا نلاحظوا الآن هذه الأسطوانة إذا لدينا هذه الأسطوانة سنقوم بنشرها إذا نقوم بقطع الأسطوانة هنا في هذه النقطة A لدينا النقطة A و A'B و B' إذا نقوم بقطع الأسطوانة هنا ثم نقوم بفتحها فنحصل على هذا الشكل نحصل على مستطيل وقرصين إذا عندما نقوم بنشر أسطوانة سنحصل على مستطيل وقرصين إذا هذا القرصين هما قاعدة الأسطوانة أما هذا المستطيل فهو جانب الأسطوانة عندما قمنا بقطعه هنا وقمنا بنشره إذا حصلنا على مستطيل إذا ما هي المساحة الجانبية لهذه الأسطوانة هي مساحة هذا المستطيل A'B'B'B إذن مساحة الجانبية للأسطوان القائمة هي مساحة هذا المستطيل جيد لأن ما هو طول هذه الأسطوانة ما هو طولها جيد هذا الخط الأحمر طول المستطيل هذا المستطيل يساوي محيط هذا القرص إذن هو محيط هذا القرص لأن قبل نشر الأسطوانة كان هذا الخط يحيط بهذا القرص إذن هذا الخط الأحمر هو محيط هذا القرص إذن طول هذا المستطيل هو محيط القاعدة يساوي محيط القاعدة أما عرضه فهذا الخط الأزرق عرضه هو عرض الأسطوانة وهنا كذلك في هذه الأسطوانة إذن عرض المستطيل هو ارتفاع الأسطوانة وطوله هو محيط القاعدة إذن ماذا تساوي المساحة الجانبية للأسطوانة؟ المساحة الجانبية للأسطوانة تساوي محيط القاعدة وهو طول هذا المستطيل الذي نحصل عليه محيط القاعدة مضروبة في الارتفاع S تساوي P مضروبة في H B هي محيط دائما محيط القاعدة أما أشفه هو الارتفاه وما هي المساحة الكلية للأسطوانة هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين ليس مساحة قاعدة واحدة بل مساحة القاعدتين هذا هي مساحة هذا المستطيل زائد مساحة هذا القرص لننجز التمرين التالي وحسب المساحة الكلية للموشور والأسطوانة التالية لدينا موشور قائم له قاعدة على شكل متلت ارتفاعه 7 سنتيمتر اضلاع لمتلت 3 سنتيمتر الضلع الثاني 4 سنتيمتر والضلع الثالث 5 سنتيمتر ولدينا أسطوانة ارتفاعها يسوي 7 سنتيمتر وشعاعها يسوي 2 سنتيمتر اذا اوقفوا الفيديو ثم انجزوا هذا التمرين على دفاتركم وسنلتقي لابتصحيح اذا الان لنصحيح اذا لحساب المساحة الكلية للموشور القائم نحسب في الاول المساحة الجانبية وقلنا رأينا ان المساحة الجانبية للموشور القائم هي ثم ماذا تساوي؟ تساوي الارتفاع مضروبة في محيط القاعدة اذا الارتفاع هو 7 مضروبة في محيط المتلت ما هو محيط هذا المتلت؟ 3 سنتيمتر زائد 5 سنتيمتر هذا الدلع زائد 4 سنتيمتر اذا ستساوي 7 مضروبة في 3 زائد 5 زائد 4 هي 12 أي 7 مضروبة في 12 و7 مضروبة في 12 يساوي 84 سنتيمتر مربع اذا المساحة الجانبية هي 84 سنتيمتر مربع الآن سنحصب مساحة القاعدة والقاعدة على شكل متلت لاحظوا هذا المتلت قائم الزاوية إذن ما هي مساحة المتلت قائم الزاوية هي الضلع المحادي للزاوية القائمة أي 3 مضربة في 4 مقسوم على 2 إذن S يساوي 3 مضربة في 4 على 2 S تساوي 3 في 4 هي 12 على 2 12 على 2 يساوي 6 إذن تساوي 6 سنتيمتر مربع إذن ما هي المساحة الكلية؟ المساحة الكلية رأينا هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين إذن المساحة الجانبية هي 84 سنتيمتر إذن S تساوي 84 سنتيمتر مربع زائد 6 سنتيمتر مربع مساحة القاعدة الأولى زائد 6 سنتيمتر مربع كذلك مساحة القاعدة الثانية و 84 زائد 6 زائد 6 يساوي 96 سنتيمتر مربع الآن مساحة الأسطوانة إذن سنحسب في الأول المساحة الجانبية والمساحة الجانبية للأسطوانة هي محيط القاعدة أي محيط هذا القرص مضروب في الارتفاع الارتفاع هو 7 مضروب في محيط الدائرة قلنا هو P مضروب في القطر والقطر هو 4 لأن الشعاع يساوي 2 إذن S تساوي 7 في P في 4 و P هي 3.14 تقريبا إذن S يساوي 7 مضروب في 3.14 مضروب في 4 و يساوي 87.92 سنتيمتر مربع إذن المساحة الجانبية لهذه الأسطوانة هي 87.92 سنتيمتر مربع الآن لنحسب مساحة القاعدة إذن المساحة القاعدة أي مساحة القرص هي S تساوي P التي تساوي 3.14 مضروب في 2 مضروب في 2 هذه 2 هي الشعاع إذن S تساوي P مضروب في 4 وتساوي 12.56 سنتيمتر مربع إذن مساحة القاعدة هي 12.56 والمساحة الكلية هي S تساوي 87.92 سنتيمتر مربع زائد 12.56 سنتيمتر مربع زائد 12.56 سنتيمتر مربع وتساوي S تساوي 113.04 سنتيمتر مربع إذن المساحة الكلية لهذه الأسطوانة هي 113.04 سنتيمتر مربع أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته